أقام فرع التجمع اليمني للإصلاح بمديرية الرجم حفلاً فنياً وخطابياً بمناسبة أعياد الثورة اليمنية المجيدة وفي الحفل الذي أقيم في مدينة مأرب تحت شعار ثورتنا تتجدد أشاد رئيس فرع الإصلاح بالرجم محمد أبو عريج بتضحيات ثوار سبتمبر وأكتوبر ونضالهم ضد الاستبداد والاحتلال وأكد أعريج أن الثورة كانت ضرورة لإخراج اليمن من حفرة الجوع والفقر والمرض واستعادة الكرامة اليمنية المهدرة من جانبه شدد مدير عام مديرية الرجم محمد الفقيه على ضرورة السير على خطى ثوار سبتمبر وأكتوبر وعدم السماح للاستبداد والإمامة والاحتلال بالعودة والقضاء على مكتسبات الثورة العظيمة